الفلسطينيون يعدون أيامهم بعدد الشهداء بدل الساعات أمير مأمون عودة ذو الستة عشر عاما استشهد الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية كما استشهد عبد الكريم بديع الشيخ ذو الواحد والعشرين عاما برصاص مستوطن صهيوني قرب مدينة قلقيلية واختطف جثمانه من قبل قوة الاحتلال إن جريمة استهداف الطفل عودة تكشف عن النزعة الإجرامية الدموية لجيش الاحتلال الذي يعتبر الأطفال والمدنيين بنك أهداف له والاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية إرهابه المتواصل بحق شعبنا وكل جريمة تمر دون محاسبة هي موافقة ضمنية من الاحتلال لكي يرتكب جرائم أخرى آلة القتل الهمجية لم تتوقف عن إزهاق أرواح الفلسطينيين المعتز بالله أسير محرر ارتقى برصاص قوات الاحتلال ليلة الجمعة بعد تنفيذه عملية فدائية هزت عمق الكيان خلفت خمسة جرح في صفوف المستوطنين ردا على استمرار مدابح الاحتلال فيما اعتقل والد منفذ العملية التي تبنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وباركتها إعدامات ميدانية رافقها انتهاكات بحق الفلسطينيين مناطق متفرقة بالظفة الغربية كانت اليوم مصرحا لاعتداءات بالرصاص والغاز خلفت عدة إصابات كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طول كرم بالظفة الغربية وبلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوة الاحتلال الرصاص على شبان فلسطينيين وفيما يواصل الفلسطينيون تحدي الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل يرابط الأسرى في عسيانهم لليوم الخامس والعشرين على التوالي ضد إجراءات المحتل ومجازره الوحشية التي تنفذها حكومة فاشية أهدمت منذ بداية العام الجاري ثمانين شهيدا اشتركوا في القناة